ضل الامير محمد بن سلمان تعرف على ياسر اللعبون حارس ولي العهد السعودي دايماً بيلفت انتباه حضور الجميع فيطر من هو وهل فعلاً عنده قدرات غير عادية؟ ما لم تعرفه عن ياسر اللعبون الصحف العربية والعالمية تقريباً لما بيكون في أي حاجة خاصة بالسعودية فبتركز في كل حاجة على ولي العهد محمد بن سلمان وأكيد كان فيه شخص لافت الأنظار للسعوديين والصحافة لدرجة ان اسمه بقى يتصدر عنوين البحث لان شكله أسطوري شوية لدرجة ان السعوديين نفسهم بيقولوا انه بيقدر يقفز فقال لمن ثانية وطبعاً بنات كتير معجبة بيه ولما مثلاً محمد بن سلمان يضحك تلاقي الشخص ده محافظ على نظراته لحد ورغم انه حارس الامير إلا ان المعلومات اللي عنه تكاد تكون معدومة وده مش غريب لانه معروف ان الحراس دايماً بتكون المعلومات قليلة عنهم وسرية الحارس اسمه ياسر اللعبون اتولد سنة 1988 ضابط بردبة رائد هو من نسل قبيلة اللعبون المنحدرة من قبيلة عنزة اللي كانت موجودة في شبه جزيرة العربية قبل الإسلام القبيلة دي لها كتير من المواقف الوطنية والتاريخية ومعروفة بأخلاقهم الرقية والكرم والشهامة علشان كده مش غريب ان ياسر يكون عنده كل المهارات العالية دي واللي اصبح من خلالها الحارس الشخصي لولي العهد درس في السعودية وتدرب جوه وبرا المملكة اتعرف ياسر بولاءه للملك وانه ما بيسبش الملك ولو لحظة وعنده قدرة كبيرة انه بيتحرك بسرعة وسلاسة خلته يكون محيط بالملك من كل الجوانب وبقى المفضل لمحمد بن سلمان الضابط ياسر اللعبون عنده 33 سنة هو من الزباط اللي من العيار التقيل بيرافق الملك في كل المناسبات الرسمية باستثناء الزيارات الرسمية للعائلة الملكة السعودية حتى في ايام الاجازات هو برضو جنب الملك وضله خلينا اقولك ان ياسر اللعبون ملقب بالظابط الشاب النبيه ممكن تسألني يا ترى هو ليه السعودية مهتمة اوي بحراس العائلة الملكة ببساطة علشان تم اختيال الملك فيصل في سبعينيات القرن الماضي وهو واقف بين حراسه وعلشان كده بيعتبر اختيار الحارس محدد بمعايير اعلى واكتر سرامة فمش اي حد يمسك حراسة الملك المسئولية بتكون كبيرة على اللي بيتولى المنصب ده ولازم يكون الحارس بيتميز بالسرعة العالية والقفزات لأطول من المعتاد بالاضافة لليقته البدنية القوية ومظهره الحاد وجلساته التدريبية العالية في منطقة الدفاع القريب كل الصفات والقدرات دي بتخليه الحارس الشخصي لولي العهد وده اللي موجود في الحارس او الرائد ياسر اللعبون حكاياتنا خلصت النهاردة استنونا في حكاية جديدة من عين مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر